اتفق مجلس محافظة صلاح الدين مع منظمات غير حكومية برزها اليونسف لتشكيل غرفة عمليات مشتركة وتنسيق الجهود لضمان سيابية توزيع المساعدات على النازحين رئيس المجلس أحمد الكريم أكد خلال حديث صحفي استقبال المحافظة خلال اليومين الماضيين لأكثر من تسعة ألاف عائلة نازحة أغلبهم من مناطق الشرقات وجنوب نينوة مضيفا أن وزارة الهجرة أكملت بناء مخيم يتسع لمئتي عائلة شرقية مدينة تكريت